موسيقى مساء الخير أهلا بكم مشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص الذي نخصصه لدكتور رياض نعسان الآغة وزير الثقافة السوري السابق مساء الخير أهلا بك معنا دكتور رياض أهلا وسهلا بك دكتور رياض حضرتك كنت قريب جدا من الرئيس لأي درجة وكيف هو وبشار الأسد اليوم من؟ هل هو مختلف؟ الحقيقة أنا كنت القريبة البعيد لا أزعم أنني من الحلقة الضيقة حول الرئيس لأن عملي لم يكن معه الوقت كله رغم أنني عملت في السلك الدبلوماسي ولكن طبعا تعرفت إليه مذ كان والده رئيسا للجمهورية تعرفت عليه ونشأت بيني وبينه مودة في تلك المرحلة في منتصف التسعينيات لكنها لم تصل إلى حد أن أقول بأنني المقرب بالطبع كنت أنظر إليه نظرة متفائلة بأنه ذاك الشاب الدمث المهذب جدا يعني كل من قابله في تلك الفترة كان يعني يعبر عن أنه لحظ فيه الدماثة والتواضع والظرف وبالتالي كان يتعرف إلى هؤلاء الناس الذين يشغلون واجهة من واجهات المجتمع ولا سيما أنني كنت في تلك الفترة قد بدأت عملي مديرا لمكتب الشؤون السياسية في رئاسة الجمهورية في عهد والده وبدأت العلاقة معه بطيئة ولكنها تنمو وقائمة على الاحترام وعلى التقدير ولا أستطيع أن أقول شيء عن تلك الأعونة وفيما بعد وفاة والده أرسلني سفيرا إلى مسقط وفيما بعد إلى دولة الإمارات وكنت ألتقي به كلقاء سفير برئيس الدولة ماذا عن ما بعد هذه الصفات التي اكتشفتها أنت وغيرك دكتور رياض كيف هو بشر الأسد كيف كان فترة حكمه كيف يمكن أن تصفه طوال فترة حكمه واليوم كيف تراه كيف تتابع الأحداث في سوريا صبعا في كل مرحلة هناك تحولات جذرية كانت في سوريا يعني بدأنا الرحلة معه هذا صح التعبير ولديه وعد خوي وجاد في التحولات الاقتصادية وفي التخفيف من الضغط الأمني الذي يضيق به الناس وهذا كان ليس حديثا هامسا هذا الأمر كان حديثا صريحا وعلنيا حتى هو في عديد من المرات كان يقول يعني على الأمن أن يبتعد قليلا وبدأ الناس يقولون أن صطوة الأمن انتهت ونحن عندنا في سوريا يعني دعيني أقول بصراحة مشكلتنا مع أجهزة الأمن التي تسلطت أكثر من دورها يعني أنا كنت أنتقدهم وبعضهم كانت تربطني به علاقات جيدة وكنت أقول لهم يا أخي إذا بدأتم تهتمون بموظف تأخر عن الدوام أجهزة الأمن تشتغل بموظف لم يأتي إلى دوامه وقد يستدعى إلى الفرع لأنه تأخر مثلا طب من الذي سيهتم بمتسلل يأتينا من الموساد أو من الـ CIA أو كذا يعني هل ستقوم نقابة المعلمين مثلا بالاهتمام به إذا كانت حيئة الرقابة والتفتيش معطلة الأمن هو الذي يتابع في كل ورقة تصدر عن وزير في كل كذا فكان هو يضيق بذلك هذا ما يعني كنت أعرفه معرفة جيدة هو يضيق بذلك الرئيس لا يزعج عادة القوى الرئيسية من أجل قضية عابرة يعني يلبي طلباتهم يعني أنت تراين مثلا الرئيس بشار مثلا عندما قامت المشكلة في حما في عفوا في درعة أتوقع الناس منها أن يعزل إبن خالته يا عاطف نجيب لكنه لم يفعل ليس حبا بعاطف وأنا أعرف بأنه لا تشوجد قصة حب بينهما وإنما قلقا ربما وهذا تحليلي وتفسيري من لي ذراعي الأجهزة الأمنية في مرحلة هو يحتاج فيها إليها لأنها ستكون رسالة للضباط هو تفكير خاص من وجهة نظري بالعكس أنا أرى بأنه لو فعل ذلك لوجه الرسالة الأصح لو أنه أتى به وحتى أنني تمنيت واخترحت على بعض القادة الذين هم على صلة أعمق مني للرئيس أنا ذاك أنه يا أخي حطوه بشيرة حطوه حجزوله إذا كل هالأد غالي يعني حجزوله سويت حلو وقولوا حولنا للمحكمة بلا ليه اللي يخلو هالناس تحس بأنه بأفن 11 بأنه دمهم له قيمة بينما صدر قرار بنقله إلى إدلب يعني كأنما يعني اللي أشار بنقله من درع على إدلب كان رايدي يجي يدخل إدلب أو ينقل النار شعلت النار إلى إدلب وبعدين طبعا يبدو في أحد يقول له بلاها الشغلة القصة مش رصة عاطف نجيب القصة قصة رمزية المعنى ولمن قلت بس عذرني دكتور ريار ولمن للعديدين يعني وأهمهم يعني أنا ذاك كان نجي صديق اللي هو ينائب وزير الدفاع أنا ذاك يعني العماد أصيب شوكت أنا قلت له قلت له يا أخي حطوه بوتيك لك كرموا طالعوا برا البلد بس قولوا حبسنا لأن الناس كانت في تلك اللحظة تنتظر يعني أنا عشت تفاصيل ما حدث يعني أنا كنت معزولا من الوزارة وكنت في بيتي ولكن الناس يعني من خلال عملي طويل في الدولة يعرفون أنه أنا على صلة قريبة من الرئيس فاتصلوا بي في لحظة ظهور المظاهرة وكانت أصواتهم بالهاتف مع هدير المظاهرات تأتيني يا دكتور عبي أوسونا كرمال الله لأي لنا حل لازم تخبر السيد الرئيس أرجوك خبر السيد الرئيس يعني هم يستعينون بي أنه خبر السيد الرئيس طب أنا وقع في نفسي في حد بالجرة يطلق نار حي على المواطنين والرئيس ما له خبر فاتصلت بمن أعرف من الأصدقاء وبدأت يعني بدأت أشعر بأنه إلى أين نقود الحل ما هكذا تمنيت حتى على زملائي وزراء كنت شك بأن الرئيس كنت قلت يعني مش معقول عن يطلق الرصاص بالمواطنين مش معقول لأنه دوما هناك قاعدة تقول ما يبدأ خطأا ينتهي خطأا أنا كنت على ثقة كاملة وطبعا لأ في ناس بيقولولي انت خنت الأسد ما أنت اللي كرمها والله كرمني مش هقول له طبعا جابني سفير وجابني وزير بس كرمني بكونه رئيس جمهوري يعني عابدوير على طاقات في البلد وأنا من هالبلد مش جابني من بره مستوراد وبالتالي أيضا لم يجدني أحد على قارعة رصيف ما أنا وصلت إلى ما وصلت إليه بكفاح طويل بثقافة بعمل إعلامي وصل منين عرفني الرئيس حتى جابني يعني من التلفزيون وهي مراقبة حوالي 15 سنة لعملي وانتقاني يعني أصلا هذه البرامج التلفزيونية هي التي عرفتني على حافظ الأسد سأقول سنتحدث صدر بجملة واحدة يعني لكي لا تهرب الفكرة بأنني تابعت التفاصيل وكنت أحدث بها يعني منذ أن أحرق البوعزيزي نفسه وأنا على ثقة ولم أكن أريد لهذه الثورة أن تقوم وهنا أقولها بصراحة وبصدق لأنني أعرف ما الذي سيحدث كنت أعلم أن بعدها دمار سوريا وكان الناس يدركون ذلك ولذلك رفعوا رايات تقول في البداية الشعب يريد إسقاط المحافظ ثم طوروها وقالوا الشعب يريد إصلاح النظام ومن أنكر علي ذلك بوسعه أن يعود إلى الفيديوهات وإلى اليوتيوب وما كان لا في مؤامرة كونية ولا في مؤامرة من المجموعة الشمسية سنعود لمتابعة الحديث دكتور رياض نعسان الآغة ابقوا معنا مشاهدين فاصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد مشاهدين نتابع هذا اللقاء الخاص مع دكتور رياض نعسان الآغة وزير ثقافة السوري السابق أهلا بك معنا من جديد أهلا بك قبل الفاصل قلت دكتور رياض بأنك عزلت يعني كان هذا العمل قلت قبل أن يتم عزلك لماذا عزلت؟ هذا العزل من الحكومة أمر طبيعي حكومة العطري بدأ بعض رجال الأمن يهبشونها ويهمشونها ويلون ذراعها فتم إقصاء ثمانية وزراء منها لأنها كانت حكومة جادة حتى إننا بدأنا نشعر بالخطر أنا وبعض الوزراء الذين أكن لهم الاعتزاز ورغم أنهم لم يخرجوا عن النظام يعني بالمناسبة الذين خرجوا هم رجلاني فقط من الذين يسمون على الوزارة لا أقول ضباط لا أقول أمن هؤلاء إن شقوا كثيرون أما من الذين كانوا الواجهات السياسية في النظام هما إثنان فقط يعني لا أعرف إذا كان هناك ذكروني إذا كان هناك لم يخرج أحد أنا خرجت ولم أخرج معارضا عندما خرجت لم أخرج معارضا ولم أقطع صلتي بأصدقائي الذين استمروا في النظام وعندما خرجت أنا خرجت بالضبط عندما أمر الرئيس بإنزال الجيش إلى المدن يومها غادرت ولكني بقيت صامتا فترة لأنني كنت أريد أن لا نقطع جسور الحوار ولسيما أنني أعرف ما الذي يمكن أن يحدث وبدأت أنا ذاك يعني بعض الشعارات التشبيحية التي تقول الأسد أو ندمر البلد أو نحرق البلد وكنت أدرك خطر ذلك فقلت هونما ولا نقطع جسر التواصل وبقيت كامنا بعد فترة تم تعيين تكليف رياض حجاب صديقي رئيسا للحكومة لكنه وجد بأن ما يحدث لا يحتمل من يحمل كل هذا الدم لا أحد يستطيع أن يحمل كل هذا الدم فانشق وبدأ ينشق بعض الوزراء بعض السفراء أما وزراء لم يأتي أحد وبقي كثيرا منهم يحملون أفكارهم في أعماقهم وأنا أقدر بعضهم وأحترم رأيه ولسيما الذين صمتوا ولكن هؤلاء كانوا منذ أن تألقت حكومة العطر في مكافعة بعض القضايا رغم كل ما كان يقال عليها يعني مثلا بدأ الأمن يثير مشكلات شائعات حوله مثلا كل من يريد الإصلاح يعني لم يسلم أحد لم يسلم أحدا منه وكنا نصبر ثم بدأنا نرى أن هذا الأمر بدأ يصبحك أنه غزوا للحكومة يعني ما يجي وزير على حكومة يقول له رئيس مكتبه أتقلوا فلان أخذوا فلان من الحكومة من الوزارات طب شو فيه؟ طب شو فيه؟ يعني حتى في مرة من المرات استدعية معاون الوزير عندي استدعية عدد كبير من المضخير إن شاء الله ما أنا على علاقة طيبة مع الرئيس على علاقة طيبة مع أجهزة الأمن وبدأوا أن هالشباب يروحوا ويجوا موظفين وما عد أعرف أنا مع مين بدي أحكي يعني هذا أمر يشعر بالضيط وشكوت للرئيس قلت بأنه بدأت أجهزة الأمن تتدخل في شؤوننا وشؤوننا شؤون موظفين لا يحلها الأمن تحلها هيئة الرقابة والتفتيش فقال والآن أنا أتحدث على الهواء لأن كثيرين كانوا في الحكومة كنا أكثر من 30 وزير قال بأنه اعقدوا جلسة مع هيئة الرقابة والتفتيش وشوفوا كيف يمكن تفعيل هيئة الرقابة والتفتيش وعقدنا الجلسة وقلنا بصريحة العبارة لا نريد تدخل الأمن في عملنا يعني شيء كان سيئا لنا ولهم ما نحن يعني صرنا شقيقين إذا صح التعبير أو شقين مش شقيقين شقين والله لو أنه تنازل والذهب لحمله لحمل الناس سيارته ما عندهم بدائل وما في شكواهم منه في أشياء سوى القمع الأمنة يعني الناس مش صحيح كان ما في يعني ما في توفر خيرات بالمعنى الكبير مثل بعض البلدان النفط ولكن كان شعب راضي ما بده حرية ما هلأ فيه فيه هلأ ناس كتير بتقول كنا عايشين صحيح كنا عايشين بس كان عصلا كرامتنا يعني ما معقول إذا أقول لك أنا ضباط كبار بيهمس وهمس ما بيجرأوا وضباط أمن بيخافوا من ضباط أمن فرع ضد فرع مش معقول ما هكذا تبنى الدول هو اللي زرعوا هذا الشيء هذا يعني زرعوا ولا زرعوا والمهم كان يجب معالجته يعني لو جمع هو لو ذهب إلى درعة ما كان بزمانه صارت قصة بس برنامجك ما في وقت لأحكي لك أصاص بزمانه صارت أزمي للثمانينات فأراد حافظ أسد أن يربك الأمن لأنه نبواتك كتير كبروا ألقى خطاب في مجلس الشعب وكانوا يقولوله أنه يعني إذا من تغيب عيننا لحظنا بيغتالوك لحظه إذا عيننا من تغيب بيغتالوك وقام طلع من مجلس الشعب طلع من قصر الضيافة راح على مجلس الشعب ماشي دون أن يخبر أحدا وأنا بعرف تفاصيل في هالقصة وفي كثير ناس بيذكروا كان هدف يوصل رسالة لأجهزة الأمن أنه هدوا شوي علي ما أظنوا أنه أنتوا اللي شايليني أنا اللي شايلكن يعني عندما يلجأ أي رئيس لشعبه يرتجف هؤلاء الذين يظنون أنهم يحملون عرشه وأنا بتخديري لو أنه لم يخف من أجهزة الأمن وذهب إلى درعة أو ذهب إلى الناس حتى في مراحل متعددة يجيته مناسبات حتى لما يجي تجنيب ما وافق الآن مش تقرير ديمستورة أنا سمعت الرد الرسمي يعني عبر يعني السفير في الأمم المتحدة أنه إذا ما شاركت الحكومية أخي هذا قرار دولي مش أنا بشارك وأنتي بتشارك هذا قرار دولي ملزم يصدر على مجلس الأمن اللي هو هيئة حكم انتقالية ما بدون من جعفر قال هذا الحكومي أنا ما عب بحكي عن أشخاص يعني لأنه كنا زملائنا ويا ذات يوم ما بدي زمه أحكي أنا ما بدي زعل الناس مني بس في شيء أكبر مني ومنهم اسمه الوطن اسمه البلد هو يريد حتى أنا بعرف يمكن هو في ألبه أبي أولى الحاكم هو من ألبه لأنه هو بيتمنى يمكن يكون مع الشعب ما في حدا بصدق بأنه بريد يكون ضد الشعب بس في ناس جبناء هو لو أراد في ناس جبناء وفي ناس لديهم شيء من الشجاع يعني هو جبان مين هو الرئيس أنا ما كنت عباكي على عباكي على غيره طب الرئيس بشار الأسد يعني هلأ هو شايف حاله أشجاع الشجاعان هو شايف حاله أشجاع الشجاعان القوي اللي يجب المتزة كريح واللي 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 الحقيقة كبد الشعب التكاريف باهزة جدا لهذه الشجاعة هناك فارق بين الشجاعة وبين الحكمة لذلك كان المتنبي يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثاني يعني شو يعني شجاعة شجاعة بشو شجاعة أني أعفز برجلي على ولد على طفل شجاعة أني أعطل أطفال بالكيماوي في الغوطة شجاعة أني دمر مدينة كاملة شجاعة أني ما أترك ولا مستشفى في ناس جرحة إلا دمروا شجاعة أني أنهي ثلاثة أربعة آلاف خمسة آلاف مدرسة في سوريا هاي مش شجاعة هاي حتى هذا الطيار اللي عبي قصف مش شجاعة بأنه قصف بلد هذا تهور طيش لا شجاعة ولا حكمة مش حكمة ولا شجاعة وشو بتعمل بعدين وبعدين أنت مسؤول أيضا عن جثث وعن أرواح مؤيديك هذا الجيش العربي السوري اللي تم توظيفه للدفاع عن النظام هو مهمته حافظ على الوطن ولكن للأسف تم توظيفه بهذه الطريقة ليش أنا يعني لما بشوف جسس هالناس رايحة مش يعني مش بدي أقول بأنه هل دي شو زنبا تعرفي بأنه نصا أولادنا يعني من أولاد المحافظات كلها حتى المؤيدين مثل ما قلت يعني بالساحل نعم لأنه بالنهاية برامي يعني عن عبث ولا تعرف أين تسقط ومن تقطب يعني الناس مؤيدين مش فهمني اللصة أنا واتب قابل حتى مسقفين كبار لسه بيحكي لي بمؤاورة كونية طب إذا مؤامرة كونية فهمني ليه لهلأ ما أحد اعترض على طائرات النظام اللي أطلقت لنصف مليون قزيفة على محافظاتنا وين هاي المؤامرة الكونية شمعنا يعني ما أحد اعترض لهلأ ما في ميم طه بين عطل أحدا لا بالثورة وفصائلها ولا بشي ولا حدا هلأ حدا يقرب ويقول أنه يعني أطلنا طائر ثاني لطيب تقوم العيام إذا لا أطلوا ميم طه والله بيقوموا لعيامي الأمريكان شمعنا يعني وبعدين هون خط أحمر لا تقربوا لهون فالمؤامرة الكونية المفروض تكون عليه بينما طلقت المؤامرة الكونية ضد الشعب السوري ضد سورية حتى بمن ورطوه هلأ بتعرف مين المتأمر عليه مؤامرة كبيرة حسن نصر الله خامنائي بوتن لأنه هذول وقت اللي بيدعموه بأنه يوقف ضد شعبه عابي يقضوا عليه أنا أتوقع الذات يوم بأنه الشيخ حسن نصر الله يجي على سوريا لا يعمل صلحة لأنه له مكان عالي عند الشعب السوري أنت تخيلي معي هلا لو أنه بعد أحداث درعة يجي حسن نصر الله مع وفد بن كبار رجال حزب الله واللي الناس بتحبهم كلهم وخلي يجي معه خالد مشعل كمان مثلا لأنه الناس بسوريا بيحبهم والناس بيعتبرون مقاومين وقفين ضد إسرائيل تخيلي أنت لو يجوا ليقولوا نحن جسر الوساطة بينهم وبين الرئيس أو بينهم وبين الحكومة أما يجي حسن نصر الله على القصير من شان يدور على من قتل الحسين أنت الشعب تحكي ويهدم القصير لأنه في مؤامرة كونية ضدك طيب إذا في مؤامرة كونية ضدك ما أنت بعد جيشك كله على سوريا وبيقي شوي في لبنان ما شفنا حدا قرب عليهم لأن تقمت منهم مش كانت فرصة حلوية لإسرائيل تعضي عليهم بهالطوشة ما شفنا رصاصا طلقت من إسرائيل ضدكم مش أنتوا مقاومة وممانعة وقعتوا بالفخ وإجتكم النكبة المفروض أنك تكتر السكاكين ضدكم بينما شفنا دعم دولي كبير لكل من يقتل الشعب السوري نقطة أخيرة بالحديث عن الحلفاء وكيف أنه بالحقيقة هني اللي عم يعملوا كمين لبشار الأسد يقال بأنه حافظ الأسد كان يحرص دائما على التحالف مع كافة الحلفاء إن تحدثنا عن عدد كبير منهم بشار الأسد يميل أكثر اليوم إلى الاندماج اندماج كامل مع حلفائه هلأ هم اضطر يعني طبعا هلأ أنت تخيلي لو حزب الله وإيران وموسكو ما وقفوا جنبه كام يوم كان بطول كرئيس إذا بدي تم واقف على ضد الشعب أنا بتأذيري لو لاهم لزالي كنت إلي كني مسؤولين عن تدمير سوريا هل يتحكم الحلفاء بهيون لو لاهم ولو بقوا مجرد ناصحين يقولوا له انتبه شوف شو عمل محمد السادس شوف شو عمل سلطان قابوس شوف الآخرين كيف تصرفوا حتى الملك عبد الله إذا بذكري بأيام الربيع العربي الأولى رفع رواتب الموظفين عطى للولاد منح وين الغني والفقير بدأ يعني بمعنى آخر بدأ التفكير بأنه يعني مثل الواحد لما بيشوف بأنه النار جاية بيرش مي على باب بيته بيحفر خندق أما نحن من روح منقتل الناس طب و بعدها نشرف نشرف حلا هلأ يعني هلأ هو آل أنس جملي مهمة جدا آل معركتنا طويلة جدا 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 لكن النصر قريب وأنا مرفمت أولا الجملي إذا معركت طويلة جدا جدا ما نتنصر معين وإذا النصر أليم نصر على مين أنا بني أفترض بأن النظام انتصر أنا بيحكي وقلبي محروب لأنه كنا بالخير كانت كنمي طيبة تنفع عند الناس صحيح ما كنا بالخير كاملا يعني هلأ في ناس بيقول لك سماع بيقول لها أنه كنا بالخير لأنه ما له خبر كان وزيره لا قلت بالبداية من دون كرامة كنا من دون حرية بس كانت تتدبر أحسن من أنه ندمي رسولية بس يبدو أولا بدي أقول لك الآن يبدو أنها إرادة الله أن لا يستمر السوريون ذليلين خاضعين وأن لا تبقى كرامتهم مهدورة ولذلك عليهم أن يتمسكوا بهذه الكرامة إلى آخر دعضة لأن الخروج من التاريخ هو ذل ما بعده ذل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم مشاهدين على متابعة هذا لقاء الخاص مع دكتور رياض نعسان الأغا وزير الثقافة السوري الأسبق وإلى لقاء جديد بإذن الله شكرا جزيلا لكم مشاهدين على المشاهدين 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 على المشاه